مهاريكون أنهكت أسوارها وقدمت معظم أبراجها لتبقى آثارها شهيدة على عظمة تاريخها قلعة حارم واحدة من أبرز القلاع العسكرية في الحصور الوسطى تنتصب فوق تلة صغيرة في أقصى شمال غرب سوريا على مقربة من الحدود التركية اطلالتها على طريق حلب انطاكيا التاريخي جعلها هدفا هاما في المعارك التاريخية كلمة حارم جاءت في أقدم وثيقة ذكرت فيها حارم باللغة السريانية الأرامية والتي ترقى إلى القرن السابع الميلادي وسميت باسم حرام أو في اللغة السريانية الحرام لماذا؟ وكأنها لحصانتها حصانة هذه القلعة يحرمها العدو وتكون حراما لمن فيها الألف الأول قبل الميلاد وتحديدا الفترة الإخمينية هي أقدم استيطان للبشر في موقع القلعة وثقته لاستكشافات الأثرية فتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي وكانت تحت الحكم البيزنطي حيث شهدت القلعة سيطرة الحمدانيين والسلجوقيين والحملات الصليبية تمكن الأيوبيون في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي من تحريرها وبناء القلعة من جديد وفق الطراز الأيوبي عندما تم حفر الطبقات السفلة من القلعة حيث وجدت فخاريات قديمة بين عامي 535 و 330 قبل الميلاد وقد وجد في مخطوط قديم ليعقوب الرهاوي السرياني هذا المخطوط يقول أن القلعة كانت عبارة عن دير باسم الراهب مار باص أبرز معالي من القلعة التي لا زالت حضرة سوق القلعة الشهير هنا كانت محلات تجارية ومستودعات قبل مئات سنين كما تشتهر القلعة بحمام للعوام مؤخر خاص بحاكمها ولتزال بقايا القرميد في جدران حمامات القلعة شاهدة على أنابيب المياه التي استخدمت في تلك الحقبة التاريخية يتصل أعلى القلعة بأسفلها بسرديب سرية كانت تؤمن الانتقال خلال المعارك وتضم القلعة بداخلها نبع ماء لا تزال مياهه تسقي سكان مدينة حارم حتى الآن وصور تاريخية عدة تعاقبت على مدينة حارم وقلعتها أبرزها العصور الرومانية والبيزنطية والسلجوقية وتحافظ القلعة اليوم بما تبقى من معالمها على الطراز الأيوبي من قلعة حارم بريف إدلب الشمالي منصور صبرة حلب اليوم